اهلا وسهلا بكم سؤال متكرر جدا لماذا تفتح وتغلق السمكة فمها باستمرار يعني عندما ننظر الى احواض الاسماك الزينة زي ما احنا شايفين كده بنشوف ان السمكة قدامنا يعني على طول دائما باستمرار بتفتح وتغلق الفم ده امر طبيعي ولا امر فيه مشكلة طبعا يعني طبعا السمكة بتفتح فمها لانها طبعا بتتنفس اه وبتحتاج الى الاكسجين لتبقى حية مثل ما نحتاج اليه نحن اه طبعا يبتبذل كثير من طاقتها في التنفس لان نسبة الاكسجين في الماء اقل منها في الهواء اه فعندما تفتح فمها يدخل فيه الماء وعندما تغلق يندفع هذا الماء نحو الخياشيم حيث توجد اوعية دموية تمتص ما فيه من الاكسجين وتحمله الى بقية جسم السمكة اه ثم يخرج الماء طبعا من الخيشوم على جانب جانبي رأس السمكة احنا طبعا بنقول ان طبعا يعني المسألة لما بنلاحظ ان هي طبيعية يعني بنلاحظ طبيعية يعني شيء طبيعي لكن لما بنلاحظ المسألة يعني ايه مبالغ فيها جدا زي مثلا واحد ايه يعني ايه بينهج اه يعني هو بيتنفس بس يعني فيه عنده اطرابات في القلب جديدة وعنده نهجان اه بشكل مبالغ فيه فهل يدل هذا على ان السمكة مريضة اه قد يدل هذا على ان السمكة بتعاني من مشكلة زي واحد الرئة عنده تعبانة مش قادر ياخد نفسه فلما نلاحظ ان الامر مبالغ فيه يعني على طول دائما باستمرار باستمرار بتفتح وتغلق بتفتح وتغلق شك يعني شيء مجهد جد اه ممكن ده يكون اه يعني نحاول ان احنا نبص الى يعني الى السمكة هل هي طبيعية ولا مش طبيعية اه هل السمكة نيمة في ارضية الحوض ولا يعني طبيعية ولا ايه اه هل بتسبح السمكة ولا في ايه هل السمكة عندها شهية للأكل ولا لا يعني دي اسئلة كلها لازم ان نحددها الاول اه هل الامر طبيعي ولا الامر فيه مشكلة ممكن يكون المشكلة عندها انتفاخ اه وده ممكن يكون جه نتيجة يعني ايه اه مثلا ان ان انت بتحط الطعام اه والسمكة وهي بتاكل بتاخد يعني ايه يعني بتشفط او بتاخد كمية هوك يعني كبيرة اه فبيحصل لها انتفاخ اه او ان طبعا ممكن ده يكون نتيجة تلوث الحوض يعني الحوض اه لازم ان انت بتجدد المية اللي في الحوض اه يعني بتجدد مثلا طول من حنافية وتحطها في الحوض. ده طبعا غلط. يعني الاولى ان انت بتجيب المية دي وتحطها في الزجاجة وتركينها مثلا ايه? يعني اتناشر ساعة او غير ذلك يعني ممكن مثلا ست ساعات. اه وبعد ذلك تدخل المية للحوض. يعني ممكن تجيب كمان المية دي من الفيرتر. يكون احسن كمان. عشان المية اللي من الحنافية ممكن تكون بتحتوي على نسبة كلور عالية شوية. فانت بتحاول تخلي المية ماركونة. يعني بيتة يعني تحطها في الزجاجة عشان الناس اللي بتسأل باستمرار يعني ايه مية مركونة لو انا شايف ان السمكة تعبان او يعني او ان هي متأكد ان هي تعبانة ممكن اذهب الى الصيدلية البيطارية ايضا وان انا احصل على مضود دحيوي وحطه للسمكة ممكن كمان ايضا ان انا استخدم طريقة التجويع يعني ان انا جوع السمكة يعني اجوع السمكة بحيث ان السمكة يعني تجوع شوية ممكن مثلا 3 ايام اجوع السمكة بحيث ان السمكة يعني ايه تتخلص من الامساك او تتخلص من الانتفاخ لان الانتفاخ ايضا هيضغط على الرئة زي مثلا الواحد اللي هو كال كتير جدا طبعا نتيجة ان انت بتحط اكل كتير فاكل كتير جدا فحصلت انتفاخ للسمك يريد ان انا ممكن برضك ان انا اجيب الطعام طعام السمك وان انا حطه في المياه الاول عشان الطعام يتشبع بالماء ما يكونش عايم على وش الحوض فلما السمكة تجي تاكل فبتاخد مزيد من الهواء مع الاكل بتمتص الهواء فيحصل لها انتفاخ انتفاخ المثانة الهوائية يبقى انا الوقت ممكن اجيب الطعام ده هو اتوحطه الاول في كباية بحيث ان الطعام ما يعمش على وش الحوض لا ده بالعكس الطعام يكون تشبع بالماء فبمجرد ما انا حطه في الحوض يقوم الطعام نازل الى اسفل الحوض فالسمكة ما تتشبعش بالهواء لان الطعام لما يكون عايم على وش الحوض السمكة ممكن تاخد المزيد وهي بتاكل الاكل تاخد المزيد من الهواء فيعمل لها انتفاخ في المثانة وانتفاخ في الامعاء ايضا يبقى لازم اننظف الحوض كويس جدا اتخلص من المزيد من البكتيريا الموجودة او المية لو المية طبعا يعني رحتها متغيرة ورحتها مش حلوة لا لازم ايه انظف المسألة وجدد المية لازم ايضا انني اجقى يعني يكون طبعا يا جماعة البرد او لما انا حط السمكة دي في منطقة فيها برد جديد البرد ده بيقصر على عملية الهضم فلازم ان تكون درجة الحرارة ايه معتدلة يعني مثلا ايه من آآ خمسة وعشرين او ستة وعشرين آآ تكون درجة حرارة كويسة عشان دي بتساعد في عملية آآ الهضم بالنسبة لل السمك آآ ما اكترش في الاكل كتير آآ ما سبش اكل كتير يعني لو ان لقيت اكل كتير يعني انا حطيت اكل للسمكة فبعدين لقيت ان السمكة طبعا تركت يعني اكل كتير في في الافص في الحوض اقصد اه فيحصل ان الا ان الاكل ده هو مع مرور الوقت هيتعفن فانا احط الاكل بالعلى قد السمكة وما زودش قوي وما قطرش في الطعام حاول ان انت ايضا تكون يعني ايه لابد ان انت تكون بعدت السمكة عن الروائح وعن المعطر الجوي والكلام ده كله ما كله ده هيسبب المشاكل ويسبب المرض للسمكة اه ما تكترش الاكل زي ما بقولك ما تكترش الاكل اه نظف الحوض كويس يعني حاول تجدد المية باستمرار اه كل فترة تجدد المية تشتل شوية من المية وتحط شوية اه حاول ان انت تحط المية مركونة حاول ان انت يعني تجوع السمكة يعني بقدر ثلاثة ايام ما تزيدش عن كده اه ممكن ان انت تستخدم الاكل اللي هو الاكل اللي الموجود عندنا في البيت زي مثلا ايه البسلة مثلا ان انا اطبخ البسلة اه بس ما تكونش يعني مطبوخة اوي يعني يعني نص سوى كده اه واخد الاشرة اللي هي الاشرة اللي المغلفة البسلةية وممكن احط يعني من واحدة لاتنين وما كترش اوي يعني ما كترش اه بحيث ان انا احاول ان الايه ان السمكة تتخلص اه من المشكلة اه وحاول ان انا اريح السمكة ممكن برضك يعني ازبط الفلتر يعني نحاول ان احنا نخلي الفلتر كويس اه بحيث ان المية على طول تتجدد وبقى فيها اه والفلتر ايضا بيساعد على اه جريان الماء طبعا لان طبعا السمك في البحر او غيره اه المية متجددة على طول الاكسوجين متواصل انما طبعا المية بالنسبة في الحوض الزغير اه بتكون طبعا نسبة الاكسوجين هنا بتكون قلت بقى لان ايه المية مفيش فيها تجديد مفيش فيها يعني اه لا بد من استخدام برضك الفلتر يعني بيساعد ايضا على عملية اه تجديد المية وتنقية المية وعدم تعفن المية اه وتغيرها اه لو احنا منا كده ان شاء الله اه هنضمن ان السمك يكون معانا كويس جدا اه واتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا في الفيديو دوت وما تنسوش دعم القناة لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تعالى اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة